الاردنيون يحيون الذكرى السادسة والاربعين لمعركة الكرامة الخالدة يوم غد جلالة الملك عبد الله الثاني يبحث مع الرئيس الشيشاني العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب اسلحة ومخدرات الى المملكة من الاراضي السورية الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد تمسك الفلسطينيين بثوابتهم الوطنية رغم الضغوطات الامريكية واستعراض الخطط الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة من التعامل مع ازمة اللاجئين السوريين نشرة اخبارية مفصلة من رؤية اهلا ومرحبا بكم يحيي الاردنيون يوم غد الذكرى السادسة والأردنية لمعركة الكرامة الخالدة التي سطر خلالها الجيش العربي اروع البطولات والانتصارات على ثرى الاردن وبهذه المناسبة رعى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم احتفال القوات المسلحة بهذه الذكرى واطلقت المدفعية احدى وعشرين طلقة تحية لجلالته لدى وصوله موقع الاحتفال واستعرض جلالة القائد الاعلى حرس الشرف الذي اصطفى لتحيته ووضع اكليلا من الزهور على الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة بالاضافة الى مشاهدته معرضا لأسماء وصور الشهداء واعلام التشكيلات والوحدات التي شاركت في المعركة الخالدة ثم جال جلالته والحضور في معرض الاسلحة والمعدات والاليات الحديثة والاليات التي تم استخدامها في معركة الكرامة ويستذكر الاردنيون بهذه المناسبة قائد النصر الراحل العظيم جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثرى وشهداء الجيش العربي الذين قضوا دفاعا عن الوطن وكرامته مشهدين بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني الموصولة في سبيل رفعة الوطن وقواته المسلحة وتوفير كل أسباب المناعة والعزة لهذا الحمل عربي الهاشمي وستظل هذه المعركة الخالدة في زمانها ومكانها في ذاكرة الاردنيين لأنها جعلت من وحدة الدماء التي سالت على أرض فلسطين وعلى أرض الاردن رمزا لطهر الشهادة في سبيل القضية التي حمل الهاشميون بقيادة جلالة الملك الحسين رحمه الله أمانة الدفاع عنها مقدمين أروع الأمثلة في التضحية أحبطت قوات وحرس الحدود محاولة تهريب أسلحة ومواد مخدرة من الأراضي السورية إلى المملكة وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة إن سيارتين حاولت اجتياز الشريط الحدودي بين الأردن وسوريا حيث قامت قواتنا المسلحة بتوجيه تحذيرات لهما إلا أن الأشخاص الذين كانوا على متن السيارتين لم يستجيبوا لنداءات الجيش مما استدعت تعامل مع السيارتين وفقا لقواعد الاشتباك المتبعة في مثل هذه الحالات وبيّن المصدر أنه تم تبادل إطلاق النار ما أدى إلى تدمير إحدى السيارتين مع كامل حمولتها والسيطرة على السيارة الثانية وتم ضبط أكثر من مئتي قطعة سلاح مختلفة وعشرة آلاف حبة كيبتاجون مخدرة وتم تأمين المضبوطات إلى الجهات المختصة أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني مباحثات مع الرئيس الشيشاني رمضان قدروف اليوم تناولت سبول تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين كما تناولت أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة السورية وملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وأكد جلالة الملك الموقف الثابت من الأزمة السورية القائمة على حل سياسي يحفظ سيادة ووحدة سوريا أرضا وشعبا وفيما يتعلق بعملية السلام شدد جلالته على ضرورة دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي انطلاقا من حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية بحث وزير الداخلية حسين هزاع المجالي مع ممثل المفوض السامل الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أندرو هاربر اليوم آخر المستجدات المتعلقة بالتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين وسبل تخفيف آثارها المختلفة على المملكة لا سيما في القطاعات الحيوية والخدمية والأمنية وأكد وزير الداخلية أن الأزمة السورية استنزفت الموارد الطبيعية والاقتصادية والصحية والتعليمية إضافة إلى البنى التحتية ومصادر المياه والطاقة نتيجة لتزايد الضغط على هذه الموارد المخصصة أصلا لخدمة أعداد محدودة من المواطنين الأردنيين مطالبا في الوقت ذاته بزيادة حجم المساعدات المخصصة للأردن في هذا الإطار من قبل دول العالم والجهات الدولية المعنية وأشار المجال إلى أن الحدود المشتركة الطويلة بين البلدين شكلت عبءا ثقيلا على المملكة دعت الكوادر الأمنية والعسكرية إلى بذل جهود مضاعفة لضبط الحدود ومراقبتها بشكل مستمر لمنع عمليات التهريب بشتى أنواعه ومكافحة الجريمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في الأردن بدوره أشاد هاربر بالموقف الأردني في التعامل مع الأزمة على الصعيدين الرسمي والشعبي مؤكدا أن المفوضية تسعى باستمرار إلى تطوير مشاريعها في الأردن وزيادة حجم المساعدات لتمكينه من التعامل مع الأزمة وتجاوز التحديات والصعاب التي يواجهها الاقتصاد الأردني تسلم بنك الملابس الخيري أحد مشاريع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم 18 ألف طن من الملابس المقدمة من مبادرة نلب النداء السعودية والتي يشرف عليها سمو الأمير التركي بن طلال بن عبد العزيز وأكد سمو الأمير التركي أهمية دعم الجهود الأردنية باستقبال اللاجئين السوريين والمساهمة بالتخفيف من الأعباء المترتبة على ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المملكة مبينا أن الدعم وحده لا يكفي بل يتطلب وجود آلية واضحة لاستثماره وإيصاله لمن يحتاجونه بالطرق الصحيحة ومن هنا كما قال كان التعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية لما تتمتع به من مصداقية ومؤسسية عالية الأداء من جانبه قال أمين عام الهيئة الخيرية أيمن المفلح إن بنك الملابس يعمل بشراكة استراتيجية متكاملة مع صندوق المعونة الوطنية حيث يتم اعتماد الأسر لديه بناء على كشفات ترسل من قبل الصندوق وأشار المفلح إلى أن الهيئة الخيرية الهاشمية أطلقت اليوم من مستودعاتها المرحلة الثانية من الحملة المشتركة بين الهيئة وحملة نلب النداء السعودية وذلك لتوزيع حمولة 16 شاحنة محملة بالمساعدات على 3000 أسرة أردنية عفيفة من جميع محافظات المملكة وأضاف المفلح أن الحملة تأتي في إطار العمل الإنساني ومد يد المساعدة للعائلات العفيفة داخل وخارج المملكة يذكر أن الحملة الأولى انطلقت بالتعاون مع قوات حرس الحدود والمجتمع المحلي في الأول من آذار الجاري واجتملت على 14 شاحنة الهيئة الخيرية الحاشمية هي جهة حسب تجربتنا معها اللي الآن فوق سنتين ونص هي جهة يمكن التعاون معها بكل راحة وبكل طمأنينة ولمسنا هالشي حقيقة واليوم لو شوفوا بنك الملابس اليوم هذي أحد مشاريع المشتركة بيننا وبين الهيئة الخيرية الحاشمية وهذا جزء من الجسر الإغاثي السادس اللي تحرك من المملكة إلى هنا واللي أغلبه دخل سوريا وفي قسم منه بقى في الأردن هذا الجزء اللي يخص الملابس فيه طبعا أمور إغاثية أخرى زار بنك الملابس الخيري الأردني اللي هو أحد مشاريع الهيئة الخيرية الحاشمية سمو الأمير تركي بن طلال من خلال مبادرة نلب النداء الذي يرعاها سموه وقدموا تبرع 18 طن من الملابس تشمل أطفال أولاد رجال وسيدات واليوم معروضة بصالة العرض حتى يتم الاستفادة منها من الأسر العفيفة المسجلة بصندوق المعارض أكد رئيس الفلسطيني محمود عباس تمسك الفلسطينيين بثوابتهم الوطنية على الرغم من الضغوطات الأمريكية التي مورست عليه خلال لقائه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن قبل أيام وذلك لتقديم بعض التنازلات فيما يتعلق باتفاق الإطار والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس عباس أمام الفلسطينيين الذين احتشدوا في مقر الرئاسة بمدينة رامالله في أعقاب زيارته إلى الولايات المتحدة المزيد من التفاصيل في التقرير التالي على نغم الأهازيج الوطنية الفلسطينية احتشد الآلف من الفلسطينيين في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رامالله باستقبال الرئيس محمود عباس العائد من الولايات المتحدة الأمريكية بعد لقائه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما لقاء وصفه الفلسطينيون بالصعب لما حمله من ضغوطات على القيادة الفلسطينية تباحثا خلاله بتمديد المفاوضات الرئيس عباس عاد ليطمئن شعبه أنه متمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية سافرنا وعدنا ونحن على العهد باقون فقولوا أيتها الأخوات والإخوة مطمئنين بأن النصر لنا بإذ الله وإذنا لمنتصر وأقول لكم التفريط من المحال بعد اللقاء صعب مورست عليه كل الضغوطات ولكن بفعل إرادة الشعب الفلسطيني بقي صامدا متحملا كل أشكال الضغوطات وأوصل رسالة الشعب الفلسطيني هناك مساعي أمريكية ستبدل خلال الأيام والأسبوع القادمة نأمل أن تتوج بإيجابية وبنجاح جهود جون كيري لطرح إطار يمكن أن يكون مقبولا على جميع الأطراف فلسطينيون جاءوا من مختلف محافظات الضفة الغربية ليجدد ما أسموه مبايعة الرئيس محمود عباس للوقوف معه في حملته الدبلوماسية التي يقودها أمام العالم الذي يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني غضا بصره عن كل انتهاكات إسرائيل ويعاملها كأنها دولة فوق القانون الدولي الذي يحرم سلب حرية الإنسان رسالة الفلسطينيين كانت لكل العالم أنهم شعب وقيادة في خندق واحد مبايعة على السيد الرئيس ونحكي له إحنا الشعب الفلسطيني مع قيادتنا ومع رئيسنا ضد كل المؤامرات إحنا جايين دعمين للرئيس أبو مازا نحكي له أنه إحنا وراك مهما صار وما تتراجع عن أي قرار أنت بتتخذه هذا يوم عظيم لاستكبال السيد الرئيس واحتفاظه بالثوابت وإحنا جايين هون لدعمه والوقوف معه كشعب فلسطيني ونحن على الأمانة محافظه استقبال الرئيس محمود عباس يعيد الذاكرة إلى قمة كامب ديفيد الثانية عام 2000 حين خرج ياسر عرفات من القمة قائلا أدعوكم للسير في جنزتي ردا على طلب بالتنازل عن القدس فعاد إلى رمالله وليستقبل من أبناء شعبه بعدها أحكم الحصار واستشهد أبو عمار استقبال شعبي بمثابة رسالة قوية من الفلسطينيين بأنهم يلتفون حول القيادة الفلسطينية ورسالة أخرى بأنهم ضد كل دغوطات الأمريكية والإسرائيلية التي تمارس يوميا على الرئيس محمود عباس من مقر الرئيسة في مديةنا والله أحمد رحمه رؤيا اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بحات المسجد الأقصى اليوم بعد اقتحام نائب رئيس الكنيسة الإسرائيلي المستوطن موشي فيغلين للمسجد وقال الشيخ عزام الخطيب مدير أوقاف القدس لمراسلتنا إن سلطات الاحتلال أغلقت بوابات المسجد الأقصى بعد المواجهات التي وقعت خوفا منها على سلامة المستوطنين اليهود الذين يقومون بشكل يومي بتدنيس باحات المسجد المبارك وكانت سلطات الاحتلال سمحت صباح اليوم لفيغلين بإجراء جولة في باحات المسجد الأقصى ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اعتدت على المصلين بالضرب وبالقنابل وبغاز الفلفل ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المصلين ذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ووزير دفاعه موشي يعلون أوعزا إلى الجيش بمواصلة الاستعداد لتوجيه ضربة عسكرية محتملة على المنشآت النووية الإيرانية ونقلت صحيفتها آرتس الإسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الميزانية المخصصة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران تقدر بمليارين وثمانمائة مليون دولار وهي تقريبا الميزانية عينها التي خصصت العام الماضي من أجل ضرب إيران وذكر ممثلون عن الجيش الإسرائيلي أن قيادة الجيش تلقت رسالة واضحة من يعلون ونيتنياهو للاستعداد لإمكانية تنفيذ ضربة عسكرية أحادية الجانب ضد إيران بصرف النظر عن مسار المفاوضات بين السوداسية وإيران وعلى صعيد ذي صلة قدم وزير الدفاع الإسرائيلي اعتذارا لنظره الأمريكي لوصفه موقف واشنطن بالضعيف إزاء برنامج إيران النووي وقد اتصل يعلون هاتفيا بوزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل وأبلغه بأنه لم يكن يقصد الإضرار بالعلاقات بين الحليفين الوثيقين استعاد الجيش السوري السيطرة على قلعة الحصن في محافظة حمص ورفع العلم السورية على القلعة الأثرية التي كان يسيطر عليها مقاتل المعارضة المسلحة منذ عامين تقريبا وبلدة الحصن هي آخر معقل لمقاتلي المعارضة في ريف حمص الغربي ومع سيطرة الجيش السوري على البلدة فإنه يكون قد أغلقت طريقة إلى الحدود مع لبنان في وجه المعارضة إلى ذلك تصاعدت حدة المعارك بين قوات الجيش السوري وفصائل من المعارضة في محافظة حمى بالتزامن مع استمرار المواجهات في مناطق أخرى من البلاد وذكرت شبكة شام أن المروحيات السورية شنت سلسلة من الغارات على مدينة طيبة الإمام وبلدتي طمين وقصر ابن وردات بريف حمى مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحة من جانبها أكدت وكالة الأنباء السورية سانا أن أهالي بلدة رأس العين احتفلوا باستعادة قوات الجيش السوري السيطرة على بلدتهم الواقع جنوب غربي مدينة يبرود في ريف دمشق أغار الطيران السوري اليوم على منطقة خربة يونين في جرود بلدة عرسال اللبنانية المتاخمة للحدود مع سوريا في البقاع وقال مصدر أمني لبناني إن حجزا للجيش يقع بالقرب من المركز الحدودي بين لبنان وسوريا في بلدة البقعة تعرض لإطلاق نار مصدره الجانب السوري دون وقوع أي إصابات وأشار المصدر إلى سقوط جريح في قرية المجدل الحدودية نتيجة إطلاق النار الكثيف أيد الأردن المساعي التي تقوم بها الأمانة العامة للأمم المتحدة للتوفيق بين الجانبين الروسي والأوكراني ووضع آلية للحوار فيما يتعلق بالأزمة الخاصة بشبه جزيرة القرم وأكد ممثل المملكة إيها بعميش في جلسة مجلس الأمن الدولي أن جميع مناطق أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم يجب أن تخضع للسيادة الأوكرانية مشيرا إلى أنه من غير المقبول اقتطاع جزء من دولة لضمها لدولة أخرى وأكد بعض أعضاء مجلس الأمن ضرورة عدم اعتراف المجتمع الدولي بضم شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي وهو الأمر الذي وصفته المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة سمانسا باور بالسرقة إلا أن المندوبة الروسي دافع عن قرار بلاده باعتبار عملية الضم تصحيحا لخطأ تاريخي ارتكبه الزعيم السوفيتي نيكيتا خورشوف قبل ستين عاما عندما اقتطع القرم من روسيا وضمها إلى أوكرانيا دون التشاور مع السكان المحليين وكانت الجلسة شهدت حدة في النقاش خاصة بين مندوب الاتحاد الروسي من جهة ونظرائه الفرنسي والبريطاني والأمريكي والأوكراني من جهة ثانية أعلنت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل أن زعماء الاتحاد الأوروبي مستعدون لفرض عقوبات على روسيا من ضمنها عقوبات اقتصادية حساسة سياسيا وأكدت ميركل أن القمة الأوروبية التي تعقد اليوم وغدا في بروكسل ستعلن استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض المرحلة الثالثة من العقوبات في حال تفاقمت الأزمة الأوكرانية وأضافت ميركل أن مجموعة الثماني ماتت بالفعل مع استمرار المواجهة الدبلوماسية مع موسكو حيث تتولى روسيا رئاسة مجموعة الثماني أعلنت أوكرانيا الإفراج عن قائد بحريتها سيرجي هايدوك وآخرين احتجزوا خلال غارة على قاعدة عسكرية أوكرانية في شبه جزيرة القرم شنتها قوات موالية لروسيا يأتي هذا تزامنا مع تصويت البرلمان الأوكراني اليوم على قرار يؤكد أن كييف لن تعترف أبدا بضم القرم إلى روسيا وأنها ستناضل من أجل تحريرها وجاء في نص القرار الذي طرح بمبادرة من الرئيس الانتقالي أليكزاندر توتشينوف أن أوكرانيا لن توقف نضالها من أجل تحرير القرم مهما تطلب ذلك من ثمن مضيفا أن الشعب الأوكراني ليعترف أبدا بضم القرم إلى روسيا وطلب البرلمان المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بما تسمى جمهورية القرم وبضم القرم ومدينة سيباستوبول إلى روسيا في غضون ذلك يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو لحثها على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا وكانت الولايات المتحدة استبعدت احتمال استخدام القوة العسكرية في الأزمة المتصاعدة مع موسكو على الرغم من ضمها منطقة القرم الأوكرانية متعهدة بالاستمرار في الضغط السياسي عليها أرسلت السلطات الأسترالية اليوم سفنا حربية وطائرات بحث إلى جنوب المحيط الهندي للتحقق من جسمين كبيرين في المياه يعتقد أنهما يعودان للطائرة الماليزية المفقودة منذ الثامن من آذار الجاري وقال وزير النقل الماليزي هشام الدين حسين إن اكتشاف أستراليا لهذين الجسمين يعد مؤشرا يمكن الاستناد إليه في الوصول إلى لغز اختفاء الطائرة وأكد الوزير الماليزي أن 18 سفينة و29 طائرة و6 مروحيات تشارك في عمليات البحث عن الطائرة المفقودة مشيرا إلى أن جهود البحث تتركز حاليا جنوب المحيط الهندي أهلا بكم من جديد تفتتح أمانة عمان الكبرى يوم غد مشروع إعادة تأهيل الساحة الهاشمية الذي يجتمل على تتشين عدة معالم سياحية وترفيهية وخدمية في وقت تطلق فيه الأمانة حملة أمنا عمان الأمانة دعت المواطنين إلى المشاركة في رسم العلاقة القوية والمميزة بين المواطن ومدينته على أساس تعزيز الانتماء والمواطنة الصالحة مزيدنا التفاصيل في تقرير مراسلنا عبدالله الكفاوين غدا يوم أمنا عمان الحملة التي ستطلقها أمانة عمان لتشمل فعاليات ثقافية وفنية تزامنا مع احتفالات المملكة بذكرى معركة الكرامة وعيد الأم الفعاليات عدة ستبدأ بفرقة موسيقات القوات المسلحة من سبيل الحريات وصولا إلى الساحة الهاشمية وعروض فنية تقدمها فرقة بيت الرواد ومركزها والأمانة وحفل فني كما سيقام في موقع الساحة معارض للصور وأخرى لعرض المنتجات التراثية المحلية ليس ببعيد عن موقع الفعاليات قاربت الأمانة من وضع اللمسات النهائية على أعمال سيانة وسط البلد بهدف إعادة الألق لوسط العاصمة وتعزيز مكانتها التاريخية والتراثية وتنشيط الحركة السياحية والتجارية وإظهارها بحلة تلق بمكانتها في قلوب العمانيين أول شغلة شارل الجزيرة الوسطية الموجودة في وسط البلد اللي في شارع قريش شارل الجزيرة كاملة وزفتوا الشوارع ونظفوا الشوارع والآن الجزء أنتوا لاحظوا وأنتوا نازلين من فوق حتى حطوا علام على اليمين وعلى اليسار يعني صار كشارة يعني انظيف وضع البلد صار سياحي صح إجراءات كثيرة قامت بها الأمانة كإعادة تأهيل وتنظيف واجهات البنايات والأرضيات والأعمدة وإجراء تحسينات مرورية على شوارع وسط البلد وإيجاد مكان مناسب لوسائط النقل العام وإزالة التعديات على الأرصفة والشوارع وتقسيس ساحات للفعاليات والبزارات في المنطقة إزالة البسطات فتحت مجال المواطن يمشي بسهولة في وسط البلد يتسوق بأريحية بدون فوضى بدون أصوات مزحجة بدون بضاعة رديئة تباع بالبسطات والله زفتوا الشوارع بنظام وعملوا المطبات وخففوا من السرعات وخففوا من نظام البسطات مشاريع عديدة ومهرجانات كثيرة تحافظ على عراقة الماضي ومستقبل أفضل هنا في عمان ولكن هذه المرة يمكننا القول بأنه تم تغيير وسط البلد إلى الأفضل وكل ما نرجوه كمحبين لعمان هو إبقاؤها جميلة كما نحب أن نراها عبدالله الكفاوين رؤية كرمت وزارة التنمية الاجتماعية خلال احتفال أقيم بمناسبة عيد الأم عددا من الأمهات والموظفات العاملات في الوزارة وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان إن تكريم الأمهات العاملات في الوزارة يأتي تقديرا لعطائهن المبذول على مستوى عائلاتهن أولا ومستوى خدماتهن المقدمة للوزارة ثانيا واجتمل الحفل الذي حضره عدد من الفعاليات الاجتماعية والخيرية على عروض مسرحية ونشاطات فنية استذكرت الدورة العظيم الذي تطلع به الأم الأردنية على مستوى العائلة والوطن احتفال وزارة التنمية الاجتماعية في يوم الأم هو من أجل تكريم موظفاتنا العاملات الأمهات اللي بيقوموا في أعمالهم كأمهات سواء كانوا في المنازل في منازلهم وضمن أسرهم أو ضمن أسرة وزارة التنمية الاجتماعية الاحتفال مجرد تذكير بأن دور الأم هو دور أساسي لا يمكن لأي إنسان أن يكون منتج وقادر على العطاء إذا لم تكن مراء أم تضحي بنفسها وتضحي بوقتها وتضحي حتى بقوتها اليوم من أجل أبنائها فأنا بحيي كل أم كرمت دائرة السير المركزية في الأمن العام عددا من الأمهات المسنات القاطنات في دار الأسرة البيضاء للمسنين خلال احتفال رعته الدائرة هناك بمناسبة عيد الأم وعقدت دائرة السير على هامش الاحتفال الذي كرم فيه أيضا عدد من المسنين اجتماعا مع إدارة الدار من أجل تفعيل سبل التعاون بين الطرفين تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك الداعية إلى خلق الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص احنا جايين نحتفل مع الأباء والأمهات اللي الظروف حكمت عليهم في أنهم يلجأوا لهذه الدار الضيافة إدارة السير المركزية بتقع عليها مسؤولية اجتماعية من ضمن هذه المسؤولية اقترحنا أنه تكون دار المسنين إن شاء الله بكل الدعم لهذه الدار احنا هذه انطلاقة بداية جديدة محهم بإذن الله مستقبلا رح يكون لنا نشاطات مختلفة اليوم اتشرفنا بقدوم مندوبين عن مدير الأمن العام وعن مدير إدارة السير المركزية وقاموا بزيارة المسنين وتقديم الهدايا العينية والمعنوية لسادة كبار السن صحيح وتم التشاور ما بين الأطراف بأنه في إعاز من جلالة الملك الله يطول عمره بأنه يكون هناك في تبادل بين القطاع العام والقطاع الخاص نظمت الجامعة الأردنية اليوم ورشة عمل للحديث عن مشروع إنشاء تخصص فرعي للتغيرات المناخية في الجامعات الأردنية بمشاركة عدد من المختصين في هذا المجال ويأتي هذا المشروع الذي تشارك فيه عدد من الجامعات الأردنية والعربية والعالمية بدعم من الاتحاد الأوروبي ويستمر ثلاث سنوات على الأقل ويهدف هذا المشروع إلى جعل الطلبة الجامعيين عند دخولهم إلى السوق المحلي على دراية تامة بمصادر الطاقة المتجددة ومشاكل المياه والبيئة ومن خلال هذا المشروع سيتم منح الطلبة درجة الدبلوم في التغيرات المناخية ضمن الخطة الدراسية والساعات المعتمدة للتخصص طبعا هذا المشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي ويقوم على أنه فعلا زيادة توعية الطلبة بموضوع التغيرات المناخية ولكل لاحظ بجزء منه في السنوات الأخيرة موضوع التغيرات المناخية أصبح من الموضيع المهمة ويجب أنه يكون فيه على طلبة على علم في هذا الموضوع فالمشروع بمدة ثلاث سنوات وإن شاء الله رح يستمر بعد انتهاء فترة الدعم المشروع شاركنا بهذا البرنامج بمجال كأنجي أو يعني جهة غير حكومية وغير رسمية مشاركة بالبرنامج حتى نقدر نعمل زي وصل لهوة ما بين المجتمع وبين مخرجات الأكاديميين الطلاب اللي عم يطلعوا من الجامعة فمشاركتنا هي لدعم الجامعات بتأسيس برنامج يعمل على زيادة الوعي اشتكى مواطنون يقطنون في منطقة بيرين التابعة لمحافظة الزرقاء من كثرة انتشار الحفر في الطريق العام إضافة إلى كثرة تسرب المياه من شبكة المواسير الموجودة هناك وحمل سكان المنطقة سلطة المياه مسؤولية المشكلتين المذكورتين حيث أدت الحفريات التي تقوم بها السلطة حسب قولهم إلى وقوع حوادث سير عديدة أدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص ودراسة طبية حديثة تظهر أن التنفس الصناعي السريع يعد أفضل طريقة لحماية الرئة لدى الأطفال المبتسرين إذ أنه يحسن من أداء الرئتين على المدى الطويل ألمزي من التفاصيل في التقدير التالي كشفت دراسة حديثة أن استخدام التنفس الصناعي السريع 600 مرة في الدقيقة يعد أفضل طريقة لحماية الرئة لدى الأطفال المبتسرين ويعالج معظمها أولاء الأطفال حاليا بتنفس صناعي بمعدل 30 مرة في الدقيقة لكن الدراسة التي نشرتها في دورية نيو إنجلند الطبية أشارت إلى أن التنفس الأسرع والأقصر سيؤدي إلى أداء أفضل للرئتين على المدى الطويل وقرن فريق البحث بين تطور رئات الأطفال الذين خضعوا لأجهزة تنفس صناعي تقليدية وبين الأطفال الذين خضعوا لأجهزة تنفس عالية التردد ولاحظ الباحثون أن الشعب الهوائي تأخذ شكلا أفضل في العمر ما بين 11 و14 عاما لدى الأطفال الذين خضعوا لأجهزة تنفس عالية التردد أثناء طفولتهم ويعتقد أن الكميات الأقل من الهواء التي يتم إدخالها إلى رئتين تسبب أضرارا أقل للأعضاء الضعيفة وذلك مقارنة بالعلاج التقليدي وأضافت الدراسة أن الأداء الأضعف للرئة لدى الأشخاص الذين يخضعون للعلاج التقليدي ربما يجعلهم في مراحل لاحقة من حياتهم معرضين أكثر لتداعيات سلبية حال الإصابة بعدوى أو بسبب التدخين إذ يقدر عدد الأطفال المبتسرين في بريطانيا بنحو 60 ألف الطفل سنويا والآن ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة ما بين مؤيد ومعارض شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد منح مجلس النواب أمس الأول الثقة وبإغلبية 81 صوت من أصل 130 نائبا حضروا الجلسة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور بعد توقيع مذكرة لحجب الثقة بسبب عدم تنفيذ الحكومة قرار المجلس المتضمن طرد السفير الإسرائيلي من عمان على خلفية استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر الصحفية ختام ملكاوي غردت على تويتر قائلة بعد إعادة منح الثقة بالحكومة نسور سيرفع الأسعار مجددا ودون تراجع أو قلق دعم كامل من النواب سائد سنتحددين تساءل في تغريدة على تويتر أنا الوحيد اللي مش مع حجب الثقة بالحكومة بينما وصف رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور ما جرى في مجلس النواب بالعنتريات لقوله عنتريات مجلس النواب لحجب الثقة عن الحكومة أنسور فقط 30 نائبا حجبوا الثقة بعد رفض الحكومة طرد السفير الإسرائيلي وإطلاق الدقامسة محمد خير فريحات أطلق على ما حصل المثل الشعبي بدل ما يكحلها عماها حيث قال إجا النواب تيكحلوها عموها عمي بدل ما يسقطوا حكومة انسور أعطوها ثقة ثانية وهي أول سابقة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن حيهم في ختام النشرة نكون قد وصلنا إلى أبرز ما ورد فيها من عنوين الأردنيون يحن الذكرى السادسة والأربعين لمعركة الكرامة الخالدة يوم غد جلالة الملك عبد الله ثاني يبحث مع الرئيس الشيشاني على علاقات ثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات إلى المملكة من الأراضي السورية الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد تمسك الفلسطينيين بثوابتهم الوطنية رغم الضغوطات الأمريكية استيراض الخطط الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة من التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين